حالة من الصدمة الكبيرة سيطارت على كل وسائل التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن وفاة أحمد رفعت لاعب نادي مودرن سبورت عن عمر 31 سنة أحمد رفعت كان اتعرض في شهر رمضان الماضي لوعكة صحية مفاجأة قدت لتوقف عضلة القلب وده كان من خلال مباراة فريقه مع نادي الاتحاد السكندري وقعد أكتر من شهر في المستشفى وخرج من أسابيع الليلة وبدأ يمارس حياته بشكل طبيعي إلا أن يوم السبت اللي فات توفى بشكل مفاجئ في منزله بعد توقف قلبه مرة أخرى وكان من الفيديوهات اللي تصدرت الترند واللي متعلقة بالقصة دي فيديو هتفات جماهير زمالك والإسماعيلي باسم اللاعب الراحل وكمان اللفتات اللي تم تعليقها وربنا يرحم أحمد ويصبر أسرته وكل أهله اشتركوا في القناة